من بين التداعيات السلبية للأزمة المستمرة والمتفاقمة بين روسيا وأوكرانيا تبرز أزمة الطاقة والارتفاع المتواتر في أسعارها مع صعوبة توفير الإمدادات من النفط والغاز لسيما لأوروبا وذلك في ضوء العقوبات المتبادلة بينها وبين روسيا أزمة إمدادات الغاز تحديداً أخذت في التفاقم أوروبياً مع فرض موسكو لعقوبات على الشركات الأوروبية التابعة لشركة غازبروم المملوكة بالأساس لروسيا ليزداد الضغط على أوروبا لتأمين إمدادات غاز بديلة العقوبات الروسية فرضت وبشكل رئيسي على الشركات الأوروبية التابعة لشركة غازبروم بما في ذلك شركة غازبروم جرمانيا لتجارة الطاقة والتخزين والنقل والتي وضعتها السلطات الألمانية تحت الوصاية الشهر الماضي لمحاولة تأمين الإمدادات فضلاً عن فرض عقوبات على مالك الجزء البولندي من خط أنابيبيا مال أوروبا والذي يتكفل بنقل الغاز الروسي إلى القارة الأوروبية يربط خط أنابيبيا مال أوروبا حقول الغاز الروسية في شبه جزيرة يامال وغربي سيبيريا مع بولندا وألمانيا عبر الأراضي البيلة الروسية تبلغ طاقته قرابة 33 مليار متر مكعب أي ما يعادل سدسة صادرات الغاز الروسي إلى المستهلكين الأوروبي قائمة العقوبات شملت كذلك أكبر منشاءة لتخزين الغاز في ألمانيا بولاية سكسونيا السفلة والتي تبلغ سعتها قرابة 4 مليارات متر مكعب إضافة إلى شركة تجارية أخرى تزود الصناعة والمرافق المحلية ألمانيا أيضاً اعتبرت أن الإجراءات الروسية تبدو وكأنها هادفة إلى رفع الأسعار تشير السلطات الألمانية إلى أن الانخفاض المتوقع في التدفقات بنسبة 3% في شحنات الغاز الروسي يمكن تعويضه في السوق وإن كان بالطبع بكلفة أكبر وفيما تشير الأرقام إلى أن مستوى تخزين الغاز في ألمانيا ممتلئ بنحو 40% فإن المحللين يرون أن ذلك لا يزال منخفضاً في هذا الوقت من العام ويلزم زيادة هذه النسبة استعداداً لاستقبال فصلاي الخريف والشتاء القلق المتزايد من التهديدات المتواصلة لإمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا دفع وبالضرورة أسعاره إلى الارتفاع مع ارتفاع المؤشر الأوروبي الرئيس بنحو 12% لسيما بعدما قطعت موسكو بالفعل الإمدادات عن بلغاريا وبولندا كما رفض معظم المتعاقدين على الغاز الأوروبيين الطلب الروسي بالدفع بالروبل والتي قالت المفوضية الأوروبية أنها تخالف عقوبات الاتحاد الأوروبي هكذا إذن تتعامل روسيا ودول الاتحاد الأوروبي مع قضية إمدادات الطاقة وتحديداً الغاز على أنه الشر الذي لا بد منه أوروبا ترى أن إمدادات الغاز الآتية من روسيا تحمل لها ملاذاً آمناً وبكلفة معقولة ومقبولة لكنها في ذات الوقت مطالبة بأن تتعاطى مع حزم العقوبات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية والتي تشمل في هذه الحزمة الجديدة قطاع الغاز والطاقة في عمومها ترجمة نانسي قنقر